السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الموادع هو الاكثار من الاستغفار والشيء الذي يجنب به الله البركات هو الاكثار من الصلاة على النبي المختار تعالوا بنا جميعا نستغفر المولى عز وجل ونصلي على النبي المختار وكل واحد مننا عنده حاجة في قلبه او ضميره ربنا اعلم بها يحضرها الان في قلبه ده شلي في قلبك بغيتي زواج بغيتي عمل بغيتي شفاء بغيتي رزق بغيتي عز بغيتي حج وعبرة بغيتي نعيم في الدنيا بغيتي دفع البلاء هذه الوصفة مباركة ربانية فيها الصلاة على النبي المختار يفتح بها الله الابواب وفيها الاستغفار ربنا يرزق بلا حساب ويحقق كل المطالب التي يطلبها العباد فاللهم يا رب العالمين لك الحمد بما انت اهله فصل على محمد بما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقى واهل المغفرة فالحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب الكتاب الابقى والقلب الاتقى والثوب الادقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير من هلل ولبى وافضل من طاف وسعى واعظم من سبح ربه الاعلى اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي جاع فصبر وربط على بطه الحجر ثم اعطي فشكر وجاهد وانتصر اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي كان القرآن العظيم حجته والصلاة راحته والصيام سعادته والامدة حرفته والخلق العظيم سيرته اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي فاضت من الذكر دموع عينيه وفه عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصير قدميه وسمع تسبيح الحصابين كفيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحد إليه الشجر وانشق له القبر صل يا مولاد على سيد محمد سيد المرسلين صل على سيد محمد سيد العابدين صل على سيد محمد سيد الحامدين صل على سيد محمد سيد المتقين صل على سيد محمد سيد الراكعين صل على سيد محمد سيد الساجدين صل على سيد محمد سيد الشاكرين صل على سيدنا محمد سيد الذاكرين صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم صل على دبينا محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة صل على روحه في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل عليه صلاة تامة يا ربي يا كريم صل على من الذي تنحل به العقن وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتدال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم اللهم صل عليه صلاة تليق بمكانته عندك يا رب العالمين صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضى نفسك وزدت عرشك ومدان كلماتك بعدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد اللهم صل عليه يا رحمد يا رحيم صلاة ترضيك وترضيه وتردى بها عنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل وسلم على النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه اللهم صل على شاف العنى ومفرش الكروم اللهم صل على الحبيب البشير الشفيع الندير صل عليه صلاة تملأ خزائنا الله دورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيود بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحاج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر يا رحمن يا رحيم صل وسلم على سيدنا محمد الذي بلات قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا صل يا ربنا على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحقي والغادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عند الهموم والغموم والأحزان والمغاوف والأوهام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والألام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام اللهم صل على سيد محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام اللهم صل على سيد محمد صلاة تجعل لنا فيها الفرج وتعطينا فيها الخيرات والبركات وتنجيد بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إذا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا من قلت وقولك الحق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنيد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يا ربي قلت وقولك الحق ودعوني أستجب لكم وسيد النبي صلى الله عليه وسلم مشرنا بأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل خم فرج ومن كل ديق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ومشرتنا يا مولانا أن حتى العصات مننا والمخطئين والمسرفين من عبادك تغفر لهم إن استغفروك وتفتح لهم باب الكرم والجود والعطاء قلت وقولك الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صدعت أبوء لك بدعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر وارحم واعف وتكرم فإنك أنت التواب الرحمن الرحيم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اغفر لنا من عندك يا رحمن يا رحيم نستغفرك من كل دنب نأدمناه نستغفرك من كل فرض تركناه نستغفرك من كل إنسان ظلمناه نستغفرك من كل حق ضيعناه نستغفرك من كل عهد أخلفناه نستغفرك من كل لغو سمعنا نستغفرك من كل إثم فعلنا نستغفرك يا رب العالمين من الرياء ومن المجاهرة بالذنب ومن عقوق الوالدين وقطع الرحم نستغفرك يا رب من جميع الدنوب نستغفرك لنا ولوالدين ولأحبابنا ولدو الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأبوات يا ربنا إن نستغفرك من شر الذنوب والخطايا يا حي يا قيوم نستغفرك من الذنوب التي تحل النقم يا حي يا قيوم نستغفرك من الذنوب التي تغير النعم يا حي يا قيوم نستغفرك من الذنوب التي تورط الندم يا حي يا قيوم نستغفرك من الذنوب التي تقطع الرجاء يا حي يا قيوم نستغفرك من الدنوب التي تعجل الفناء يا حي يا قيوم نستغفرك من الدنوب التي تمسك غيث السماء يا حي يا قيوم نستغفرك من الدنوب التي تكشف الغطاء نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نستغفرك يا مولانا حياء من الله نستغفر الله رجوعا إلى الله نستغفر الله فرارا من غضب الله نستغفر الله فرارا من سخط الله نستغفر الله من القلوط بالرحمة الله نستغفر الله من عدم القيام بحق الله نستغفر الله من شهوة القيل والقال نستغفر الله من حب الجاه والمال نستغفر الله من رؤية النفس بعين التعظيم نستغفر الله من نهر السائل وقهر اليتيم نستغفر الله من الكذب والحسن نستغفر الله من الغيمة والنبيبة نستغفر الله من سائر الأخلاق المذمومة نستغفر الله من اتباع الهوى وهجر التقى نستغفر الله من الميل إلى زخار في الدنيا نستغفر الله من جميع ما يكرأه الله ظاهرا وباطلا نستغفر الله من سائر الذنوب القلبية والقالبية نستغفر الله من جميع الذنوب من الدنوب التي تمحق السيئات تمحق الحسنة الضعف السيئات نستغفر الله العظيم من كل دنب العظيم يا ودود يا ودود يا دل عرش المجيد يا ثعال لما يريد يا مبدئ يا معين يا حي يا قيوم نسألك اللهم في هذه الساعة ببركة هذه الصلاوات على سيدنا محمد المختار وببركة هذه الاستغفارات ان تفرج عنا كل الهموم وتذهب عنا كل الاحزان وتشافي منا كل الامراض والاسقام يا بارئ البريات يا غافر الخطيات يا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات يا ربي يا كريم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقضي حوائجنا واغدد بفضلك عمن سواك واصلح اولادنا ومداتنا واحبابنا واقاربنا وهيئ لنا من امرنا رشدا يا سميع الدعوات يا مقيل العطرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكروبات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به مننا اغفر لنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا اللهم اننا ضلمنا انفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الدنوب إلا أن أستغفر الله أستغفر الله أيها الأحباب الكرام أكثروا أكثروا من الاستغفار فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل غم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب استغفروا ربكم قولوا جميعا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله